أعطني وقتاً معناها أن نكون أنا وأنت في نفس المكان لا أبغاك تتكلم ولا أبغى منك هدايا واحد راح سافر وبعد سبعين جاء وجاب لزوجته هدية هذه كبرى حطها عندها قالت فضلي قالت دخلتك علينا هي الهدية هذا النوع لا يحب ليست فكرة الهدايا لعد تروح عنها لعد تطول عنها فكرة أعطني وقتاً هذا النوع لو كان عندك ابن فإنك لو لعبت معه بهديته أو بلعبته القديمة أحب إليه من أن تأتي له بلعبة جديدة أعطني وقت بس اجلس معي حسسنا لكن كثير من الناس لأن العلاقات سطحية لا يستطيع أن يعطي وقته لا أحصي يا كرام عدد المشاكل التي على الأقل أنا طلعت عليها بسبب كورونا بسبب كورونا فجأة كذا اكتشفت أني يعيش مع وحدة ما عرفها ومجبر أني أقعد أشهر معها لا أطلع ولا أجيب أقابلها ما عرفها ولا عرف سواليفا وتسمى زوجتي بس في العقد فجأة اكتشفنا أننا لازم نصير نعرف بعض وإحنا غربة مين أنت ولدي 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 بس أنا ما عرف منك إلا الإسم علاقات سطحية لا نعرف لغات بعض في الحب والعلاقات صلبة بيننا ما فيها شيء ولكننا اضطررنا أن نعيش مع بعضنا البعض لا يجمعنا في هذا البيت شيء واحد سوى كلمة السر في الواي فاي أما الباقي كله فهو مختلف لا نعرف بعضنا البعض أعطني وقتا بمعنى أن أكون موجودا وحاضرا في حياتك قريبا منك اللغة الرابعة هي لغة تساندني تساندني لغة تساعدني أو ساندني اللفتات البسيطة والمساندة البسيطة من الزوجة لزوجته من الصديق لصديقة من الصديقة لصديقتها خير لها من كل شيء قد يكون قد يكون صديقة تساعد صديقتها في حفل التخرج أحب لها هذه الصديقة تحبها هذه المتخرجة تحب صديقتها أكثر من صديقاتها اللي جاءوا وجاءوا معهم هدايا هذه الوقفة خلف الكواليس والمساندة هي لغة حب بعض الناس يطلبها لذلك عائشة رضي الله عنه كانت تقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله كان يساعد أمنا عائشة في تنظيف البيت 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 ثلاثة في ثلاثة غرفة عائشة ثلاثة في ثلاثة يا جماعة ثلاثة في ثلاثة لا تحتاج أحد يساعد فيها لكنه الحب بالشعور ليس بالحضور أنا معك بس أنا أحسسك هي مساندة شعورية أكثر من أنا مساعدة حقيقية اللغة الأخيرة هي لغة المسني 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 فكرتها بسيطة جداً الملامسة الملامسة بعض الأطفال لما تجيب له هدية يروح يحتضنك يحتضنك لأنه هو التعبير الحقيقي بالنسبة له في الحب هو الملامسة الملامسة في عائلة كويتية احترق بيتهم الله يعوض عليهم يقول الزوج مسكت يد زوجتي في الحريق في البيت وصرنا نركض ماسكها ونركض يقول الحرمة تضحك وتصيح تضحك وتصيح يقول إلى أن خرجنا لما خرجنا التفتت عليك قلت مهبولة أنت اش فيك قلت لا بس بس فرحان أنك ماسك يدي لازم يحترق بيتنا عشان تمسك يدي لازم تصير كارثة عشان يصير فيه ملامسة أو يصير فيه مشاعر أو يصير فيه ود أو يصير فيه قرب شيء غير طبيعي 2008 كان فيه كتاب كتاب خرج في أمريكا اسمه الجلود الجائعة يتكلم عن عن خوف الناس من هذه المشاعر من الملامسة لماذا لا يكون عندك ملامسة ملامسة مع الآخرين ملامسة في السيارة ملامسة في 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 المشاوير ملامسة هذه الملامسة تعبير عن الحب بل إنها نوع من العقاب عدم الملامسة نوع من العقاب يقول لي واحد يقول إذا تزاعلت مع زوجتي كل شيء يفترق كل شيء في كل شيء نفترق يقول إلا أقدامنا في النوم لازم يصير فيها يقول هذه العلاقة التي تحسسني أن ثمت غدا صفحة جديدة وأن إذا ركبنا السيارة ولم تكن ثمة ملامسة أعرف أن المشكلة ما زالت ما زالت قائمة إذن ثمت لغة هذه اللغة كيف تتعرف عليها هذه لغات الحب كيف الإنسان يبدأ يتعرف عليها كيف هو يعرف أو شيء ما هي اللغة التي تناسب حتى يفصح عنها للآخر حتى الآخر يستطيع أن يعامله وفقا لهذه اللغة فيفهم أن بعضهم البعض تزداد العلاقة متانة بحول الله عز وجل نزداد انسجاما مع أنفسنا واهتماما لغيرنا واحتراما للآخرين من حولنا سبحانك الله وحمدك ما هي معايير ما عرفت إذا كانت هذه العلاقة أصلا سامة أو لا ثم بعد ذلك المؤشرات هذه متى أقول لها وكفي أو متى أعرف أنها خلاص وتنتهي طيب الله يزاك خير شكرا سؤال ممتاز جدا مهم هذا يعيدنا إلى نوع العلاقة ما في جواب هو نوع العلاقة ثم العلاقات الدائمة الأب الأم هذه الأصل فيها على المغالبة على التصبر وعلى يعني الاحتمال فهو الأصل فيها الاحتمال لأنها لا تستطيع فهذا نوع من العلاقات النوع الثاني العلاقات المؤقتة أو العلاقات العادية لاست مضطرا أن تحتمل وأن تستنزف طاقتك وأن تصبر على الآخرين لاست مضطرا فيتختلف باختلاف نوع العلاقة المهم المهم ألا يكون مبنى علاقاتنا على المشاعر لأن الله عز وجل قال فإن كرهتموهن هذا في سياق العلاقة مع الزوجة فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرة كثيرة طيب شلون يعني أنا ما أحبها طيب هي ما تحبني ليس بالضرورة يا جماعة الحب يا كرام مثل الرائحة الجميلة فأحيانا إحنا نجلس في بيت نظيف المهم أنه نظيف وإن كان بدون رائحة الرائحة تجي وتروح ترى الحب يجي وروح الحب هو نوع من من العلاقة المضطربة فيها نزول وارتفاع أما المودة والرحمة وهذه حياة هادئة إذلك كثير من البيوت تعيش بسلام وليس بحب تعيش بسلام بس ليس بحب انظر إلى علاقة أبوك مع أمك الكبار السن يعني ليس اشتياق وحب وهدايا لكن علاقة عايشة على سلام ولذلك عمر يقول ليس كل البيوت لما جاءت تلك المرأة قال لها جاء رجل العمر رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين إني حلفت زوجتي استحلفت وتحبيني فقالت لا والله ما أحبك فجاء يشتكي إلى عمر فجاءت فقال اتوني بها فجاءت المرأة قال أنت القائلة قالت يا أمير المؤمنين استحلفني أو أكذب قال نعم أكذبي أكذبي قل يا أحبك ثم صحح مفهوما عاما وقال ليس كل البيوت تقوم على الحب إنما تقوم على الأحساب والإسلام أحيانا أنت تكرمها لأنك ولد فلان أنت ولد فلان وأحيانا هي عشانها بنت فلانة بنت أبوها وبنت أمها جاءت معززة مكرمة هذا النوع من الاحتمال وهذا النوع من الصبر ليس قائما على الحب ترجمة نانسي قنقر